يو السلام عليكم اخواني واخواتي ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد هل ما درنا الفيديوهات على يوتيوب غادي لحو اليوم هاد الفيديو هاد الفيديو على هاد الدشجة اللي نضاف البلاد على هاد المسلسل اللي خلق هاد الشيخ هاد الأستاذ المتقف اللي قاري في الفقه وقاري في اللغة الفرنسية وقاري في العالم العربي وقاري على الدين وقاري على الأحاديث وقاري على الفقه وقاري على الأحكام يفتيج ويفصل من الناس اللي كنت سنوهم يفيدونه نرى الناس صالحين إني نراك من الصالحين هذا هو الظن اللي عندي بهذا الشخص وقاري على هاد المسلسل وقاري على هاد المجتماعات نرى نجاح الصفحات باقي يتصبح لكي تخدم عامين دي سيناريو والمقرجين وذلك الماتريال وإلى آخره ويأتي واحد في تليفون في صور فيديو ديالي ويضرب كل شيء في الزيرو يجب أن يكون فلان 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 لا أعلم ما اسمته ياسين العماري ولا إلياس العماري إلياس العماري الله أعلم سياسي عندنا في المغرب وهو السياسي الكتامة وأما ياسين العماري اسميت هذا الشيخ الله أعلم نغلط بسمية نغلط بسمية بسمية المهم اللي بغيت نوصل من هذا الفيديو اللي بغيت نهضر فيه هو فقاري الفقه أستاذ قاري العلوم والفرنسية والأصول العربية وقاتم القرآن وعرف المذاهب القرآن وكتفصل شيء أمور لأنك أستفت منه كثير في بعض الفيديوهات وكتفت منهم على السوشال ميديا وكتفصل لك إبليس سوف نفهم بأن الدين صعيب وصعيب صعيب صعيب وكتف لأنك أمور أنا لا أعرف ما هو كلام كلامي ليس لديه ولكن أستاذ وشيخ وذباء المجتمع يجب أن يكون لديه من الذكاء يجب أن يكون أكثر يجب أن يكون وعلى درايا وعلى علم لأنه من الذي يهدر هو يقول شيء كلمة هذه الكلمة لديها تأثير في المجتمع يعني من تنوط وتهدر في المسلسل هذا المسلسل تجعل لطة الإشهار يعني تجعل من الحبة قبة لم نكن نعرف هذا المسلسل ما هو 40 مليون فوق الأرض نحن المغاربة 80% لم يكن أشعر ما هو هذا المسلسل ولكن نسامع به وليس يتفرج فيه ولكن هذه المسلسل تجعل كل شيء يتفرج في الحلقات ونحن نفهم ما هي الشيخة وكيف الشيخة بطريقة رقمة نحن نفهم ما هي ومعنا كل المغاربة تجعلون تجعلون ولم نسمعون هذا الشيخة ومعنا تجعلون بطريقة وخلق هذه المسلسل وحب الإستطلاع وهنا تتظهر المسلسل يعني تتخلص كمسل الأفلام التي تتقوموا في الأمريكان التي خسرت عليهم غير إشهار غير إشهار غير إدعمهم خسروا أكثر من كامبانية التورالية التي يدعون أن يتطلع الرئاسة في أمريكا أمريكا تتساوبوا و تتساوبوا بـ 10 مليون دولار بوشيكا و تتساوب بـ 100 مليون اشهار يعني تساوب فيلم بـ 10 مليون دولار و تتساوب بـ 100 مليون اشهار يعني تساوبوا أشهار هذا الفيلم سيديكا ركي نعمل اشهار هذا الفيلم أو المسلسل أو العمل الفني أو السمعي والبصر يوجد تكلفات عندما ينضي و يدخل و لا يستشعر أن تقريبا لنستشعر انجاز فلا يوجد اشهار قريبا والنجاح كامل سوف يرجع للمخرجين العلمانيين والمفسدين الذين يموتون وما يفزون الأخلاق في المجتمع وما يفزوننا وما يدخلون الأسر وما يدخلون الفاسد الأخلاقي الذي لم يعاننا به على والدينا وهذه وإلى آخر ونحن نفاقيا معكم نحن مجتمع محافظ في الموضوع لأن المجتمع محافظ وعنده مرشعية إسلامية ونحن لا يدخلون هذه وإلى آخر ولا يوجدون الشيخات والقافات والباطرونات والقرابة والرشوة والفاسد والكذوب ونحن نحن لا يوجدون في العالم كامل ونحن نحن نحن تقلع اي عاما، وحكرا لدينا من الخارج من محافظت ونحن نحن 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 كالسر ووليدي، قال ليه أن أشخاص ساعة وهنا المسلمين والليهود ونحن والمغاربة لا أحد لدينا أي طوارك فاهمتوني؟ لأنني مثلاان اهدرت في هذا المسلسل أو في هذا الفيلم لا يعرفوني أن يشتكل أبنا لن يوجد شيخ أنا أقول بأنه شيخ أو أستاذ الذي يدعيك أنه داعية للإسلام وأنه يريد أن يحسن أخلاقنا ويساعدنا من الجانب الديني لأنه هو الضوامنه على حساب ما رأيته يجب أن يكون لديه حسابتك الذي يفهم هذه المعلومات سيناور سيحشيه له إبليس ويحشيه له إبليس لأنه ليس عجوية وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي زمن على أمتي يصبح فيه القابض في الدين كالقابض الجمرة لأنه ليس جمرة لأنه ليس جمرة وهذا ليس سهل فهذه العهد التي نعيش فيها فهذه السرعة التي نعيش فيها يطبق الدين لله فهذه الشيخ فهذه الشيخ فهذه الشيخ فهذه العلوم العربية والتاريخ العربي وقارئ الدين وقارئ المبادئ وقارئ الأداب الفرنسي والفرنسية وقارئه 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 فهذه الشيخ فهذه الشيخ يوجد أساسه الذي يريد أن نعود إلى ديننا ونعود إلى صراط المستقيم ونحن نكون مستقيمين ونحافظون على مجتمعنا لأننا يكون محافظ ونحن نحن نتنمعها حيث عن التبرج ونبعد عن الدين والفسد والأخلاق أو هذه وإلى آخرية أتمنى من هذه الناس الأقل الذين يريدون أن يمارسوا هذه المهنة لأنها مهنة في الفنالي لأن الناس تعيش منه الفقيه الذي يقرأه، الذي يخطب، الذي يقدم، الذي يقلب كتب يعني الفنالي هو مرجع مادي هو مجموعة من هذا الشيء لذلك الناس الذين ستكونوا في هذه المسألة يجب أن يكونوا الناس الذين لديهم شوية الدكاء كان واحد من الشيوخ كان غادي في طيارة ويركب أحده واحد السيد قال له ما عادته دائرة البارسة أو الريال قال له ما نامه هدوء، أنا لا أعرفهم قال له ما تعرفش الريال، قال له ما تعرفش الريال، ركي العفية بيكام قال له من يكون بيكام؟ هذا الشيخ لا يعرفش بيكام ما كون قال له ديفيد بيكام، لو كانت تعرفوه ركي نصف من حياتك نصف من حياتك قالوا اللهم بارك في الناس في الآخر المقالية من حمري، هذا الناس العقلاء لا أريد أن يعرف أصلاً ما كون هذا أنا كيف شدت هذا الشيخ البارح من الذي كان يحضر في هذا كل من يجب أن يتكلم عن المسلسل وصفه بأنه فرّج فيه فرّج يعني، تفرّجوا، تفرّجوا، حلالوا، ناقاشوا يعني أهضر فيه، من الذي يحضر فيه؟ خلق هذا الشيخ، تفرّجوا، 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 تفرّجوا جدًا، تفرّجوا، 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 تفرّجوا تفرّجوا، لأنه لا يتكلم عن اللعبات من المنكر الذي ستشاهده كشيخ وعرف أنه في 2022 كانت تيك توك ويوتوب وفيسبوك وميديا كانت قيامة تشاهده من الذي تشاهده ويجعل تشاهده في هذه العمل الفني الذي تعتبره فاسد أخلاقي وهذه وإلى آخره يجب أن تكون على علم بهذه المسألة سيكون هناك فرودة متفقين مع أخوتي؟ لا متفقين نتمنى أن نكون حللتها بطريقة جيدة يعني الشيخ كانت طلب من أنه يكون عنده أحد دكاء أكثر أو أستاذ أو إنسان الذي يفقه لديه مستوى ثقافي عالي ليس بحلل لنا سيكون عارف بأنه لا تنظر هذه المسلسلة أو هذه الفيلم لا تنظر في البوبلشيط والبوبلشيط تتسويط أمان يعني هؤلاء الناس سيكون يخلصوا هذا الأستاذ الذي يتعرف هذا الفيلم هؤلاء الناس الذين يتعرفون الناس الذين يتعرفون هذا العمل يمكنهم أن يخلصوه لا يتعرفون أي شخص يخلصوه لكي يقومون بإشهار هذا أخوتي نحييكم ونشكركم كيف دي مع المساندة ونشاهدوا هذا الفيديو والسلام عليكم كان معكم أخوكم جواد من مدينة نابول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يلطف بنا وتحية الفقهاء وتحية والشيخات كاملين في المغرب والمجتمع والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله